موسيقى الرئيس السيسي يوجه بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرغامج رعاية كبر السن وتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبر السن في اليوم السابع والثمانين لادوان غارات مكثفة على انحاء قطاع غزة واعتراف اسرائيلين بخسائر بين قواته المتوغلة الرئاسة الفلسطينية ترفض محاولات تكليف شخصية بريطانية للعمل من اجل تهجيل الفلسطينيين من غزة وتعتبره عملا مدانا ومرفوضا السادسة مساء بتوقيت قاهرة الرابع بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح اسيسي بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الاهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهات المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون فضلا عن تأسير واتحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح اسيسي مع دكتر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج لمناقشة عدد من الموضعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبر السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح اسيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات وتنصيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير هذه البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين فضلا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات إيمانا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلية ومنتجات مصرفية والدخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيا مع مساعي الدولة للتحول الرقمي وطلع السيد الرئيس أيضا على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح تأكيدا لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة في المشروعات الوطنية ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهات المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف التعليم والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركاز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور المعلم المحوري في هذا القطاع المهم كما كلف مدهولي ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية في قرارات وخطوات تنفيذية مؤكدا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص مع توفير التمويل اللازم لذلك عرض رئيسه الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة الصالح الشيخة على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبولي قيام الجهاز خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل وظائف 30 ألف معالم مساعد بالتربية والتعليم للعام الثالث كما عرض رئيس الجهاز مسابقة لشغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل إلى جانب الإعلان أيضا عن مسابقة لشغل 81 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وكذلك شغل تسامات وظيفة بالهيئة القومية للبريدة وخلال اللقاء كلف رئيس الوزراء بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول ضفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2024 جاء ذلك للوقاع المؤتمر الصقافي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التكنيدي والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول ضفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024 جاء ذلك خلال وقاع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول ضفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2024 والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر اندمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة نؤكد على عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهد حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهد المتوسطة أو الفو متوسطة أو العليا التي يتقدم بها الشبان بالتنسيط مع كل من وزارتين التعليم العالي والتربية والتعليم حيث سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-4-99 وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في قطاع غزة خاصة على خان يونس ما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات هذا وقصف الطيران الإسرائيلي منطقة الوسطى لقطاع غزة ومحيط مسجد في مخيم اثنين بالمصيرات بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جبالي البلد شمال قطاع غزة وحي تفاح شرق مدينة غزة ويوصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين ما أدى الاستشهاد 21-1978 شخصا وإصابة 56-697 أخرين أغلبهم من الأطفال والنساء إضافة لألاف المفقودين في حصيلة غير نهائية تخوض الفصال الفلسطينية اشتباكة عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة هذا وعلنت حرقة حماس تمكنها من تدمير ستة آليات إسرائيلية متوغلة في شرق حي الطفاح بمدينة غزة وفي شمال مخيم البريج بوسط القطاع بقضائف الياسيم 105 كما أكدت الحرقة تمكنها من استهداف قوات إسرائيلية راجلة في عدد من المحاور فضلا عن قنص جندي وتفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الرئيس شرق حي الطفاح في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 41 عسكريا في معركة غزة خلال 24 ساعة الأخيرة وأكد جيش الاحتلال إصابة 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الأدوان على غزة مشيرا إلى مقتل 29 عسكريا في حوادث متفرقة منذ بدء العملية البرية بينهم 18 بنيران صديقة في الأثناء وجه لدعاء العام الإسرائيلي اتهمات جنائية لشخص انتحل صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وصرقة دخيرة ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم لم يقدم في الجيش لكنه تمكن من الدخول بين الجنود منتحلا صفة عضو في وحدة قطالية من النخبة وأشارت لائحة الاتهام نهو قام بالتقاط صور مع قادة الجيش والمسؤولين بينهم نتنياهو قبل أن يسرق أسلحة وذخيرة أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة العشرات من الجنود في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض الإشمانية الجلدية وكانت صحيفة معريف العبرية كشفت عن الاشتباه في إصابة عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض الإشمانية الجلدية وذكرت الصحيفة أنه تم تشخيص إصابة عشرات الجنود بآفات جلدية يشتبه في أنها طفيل الإشمانية المسبب لمرض وردة أريحة ومشيرة إلى أن هذا المرض الجلدي الالتهابي قد يتطلب وقف الخدمة العسكرية نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار ابن غفير تصرحاته بشان التشجيع على هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى وزعم ابن غفير أن التصعيد الحالي في قطاع غزة يتيح فرصة لتركيز على مشروع هجرة سكان غزة إلى دول أخرى كما أكد ابن غفير أيضا أن إسرائيل لديها شركاء في العالم بإمكانها المساعدة في تنفيذ هذا المخطط زعما أن مخطط هجرة سكان غزة يسمح بإعادة سكان مستوطنات الغلاف أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لأية محاولات لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أنها ستطالب حكومة بريطانيا بعدم السمح بالعبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله كما ستطالب الأمينة العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمثل تدخلا وعملا لا يقدم سوى مصالح إسرائيل ولساء إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه ودفعه إلى التخلي عن أرضه مزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحليل وكالة انباء الشرق الأوسط أستاذ صلاح بعد التحية يعني في البداية كيف تقرأ تصريحات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والرد الفلسطيني من رفضه الخطوات الفعلية لعملية التهجير هناك تخبط واضح وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية وبدأ ظواهر انكسام داخل هذه الحكومة نظرا للتباين في المواقف بين الوزراء الإسرائيليين هناك تصريحات وتصريحات أخرى مضادة طبعا بين غفير والتصريحات التي تقع ضمن جرائم الحرب وهي عمليات التهجير القصري لسكان قطاع غزة الذي يستهدف من وراءه تصفية القطاع على هذا النحو الاكتفاء فقط بـ 200 ألف من السكان المدنيين وتهجير أكثر من 1.9 مليون ألف يتخلصون منهم عبر ما يصفهم بالشركاء أو الدول التي على استعداد لاستقبال هؤلاء طبعا هذا المخطط الذي يعبر عنه عدة مرات العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية طبعا رفضه المجتمع الدولي والعديد من القوى الدولية رفضت هذا المخطط باعتبار أنه فضلا أنه يقع ضمن جرائم الحرب فإنه يصفي القضية الفلسطينية وهو الهدف من وراء هذه التصريحات والهدف من وراء هذه الحرب العباسية التي تشن ضد قطاع غزة فطبعا السلطة الفلسطينية عبرت عن رفضها لهذا المخطط وسبق أن عبرت مصر بشكل صريح وواضح عن رفضها لمخطط تصوية القضية الفلسطينية أو إجبار الفلسطينيين على التهجير القصري وهجرة قطاع غزة إلى خارجه فأعتقد أنه ما زالت هناك بعض الأصوات الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية بهدف حياء هذا المخطط الذي يرجع إلى العام 2000 وسبق أن تحدث عنه بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا التوقيت وأعيد الحديث عنه استغلادا لما يجري داخل قطاع غزة فأعتقد أنه العالم سيقف أمام هذه المخططات طب هل نفي أو رفض الحكومة السلطة الفلسطينية إرسال منذوب من الجانب البريطاني للإشراف على معالية التهجير هل هذا الأمر ادخل مرحلة التفكير في التنفيذ الفعلي من جانب دول المساندة لإسرائيل والسؤال الآخر هل يمين المتطرف في الحكومة قادر على التأثير لإنفاذ مخطط التهجير فعليا هو للأسف الشديد ما زلنا نجد أن هناك بعض المساندين للحكومة الإسرائيلية الحالية على الرغم من الورطة التي ورطت العالم فيها باجتياح قطاع غزة على هذا النحو الذي تسبب فيه تدمير بنية تحتية تقترب من 80% من حجم قطاع غزة بالكامل إلى جانب أكثر من 22 ألف شهيد فضلا عن 56 ألف مصاب وتدمير شبه الكامل لهذا القطاع للأسف الشديد ما زلنا نجد أن بعض الدول ما زالت تساند هذه الحكومة على الرغم من أن هناك أصوات داخل إسرائيل نفسها ومظاهرات نجدها تعبر عن رفضها لهذه الحرب وهناك قوة خلال الأسبوع الماضي تظهرت داخل إسرائيل تطالب بالعمل على إحياء مصاري السلام مجددا وهناك دعوة أقيمت من ضحايا عملية 7 أكتوبر تطالب بمحاسبة المسؤولين عام ما جرى وأنه كان يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف الاحتفالات التي أقيمت الليلة التي سبقت العملية 7 أكتوبر لأنه كانت هناك معلومات وصلت إلى بعض المسؤولين الإسرائيليين لكن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع فهناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه لكن تشبس الشعب الفلسطيني بأرضه والإصرار على التواجد داخل قطاع غزة وعدم مغادرته أعتقد أن هذا هو الملاز والحل الوحيد لعدم تنفيذ هذه المخططات الإجرامية التي تستهدف تصفيت القضية الفلسطينية وتصفيت سكان قطاع غزة والعمل على تهجيرهم عبر دول من الممكن أن تستقبلهم فأعتقد أن هذه المخططات لن تجدي نفعا خاصة وأن هناك فشلا زريعا داخل هذه العملية تحديدا وسبق للإدارة العسكرية الإسرائيلية أن سحبت اليوم وأمس وأمس الأول خمسة ألوية من الذين كانوا يعملونها داخل قطاع غزة إلى جانب سحب لواء جولان وهو أحد ألوية النخبة الذي كانت تعول عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها داخل قطاع غزة فعدم تحقيق الأهداف من هذه الحرب وعدم الإفراج عن الأسرة لدى الفصائل الفلسطينية فضلا عن أنه عدم النجاح حتى الآن باستثناء طبعا تدمير البنية التحتية وتدمير الشامل لقطاع غزة لكن أهداف الحرب الحقيقية لم يتحقق منها حتى الآن ما كانت ترتب له الحكومة الإسرائيلية وهذا فشل يضاف إلى الفشل الاستخباراتي الذي منيت به الحكومة الإسرائيلية من خلال عملية السابع من أكتوبر وما تبعا أشكرا جزيلا شكرا لأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحيير وكالة منباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تصرحات يؤكدون فيها أن المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيمين نتنياهو باتت أكثر توترا ووحدة وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خلافة واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورن ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة طرحت النائبة الديمقراطية الأمريكية كوري بوش التي تمثل ولاية ميسوري تساؤلا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول عدد الأبرياء الذي يجب أن يموت لتطلب واشنطن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا وغردت بوش على حسابها على منصة X قائلة أنه لا يمكن للبيت الأبيض أن يفعل أمرين متناقضين هي دعوة الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي ثم تجاوز الكونغرس لإرسال أسلحة تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي وانضمت بوش إلى عدد من الديمقراطيين الذين ينتقدون إدارة بايدن لتجاوزها مراجعة الكونغرس لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل أيهاه وديبنية أخم bruس الم управكت بايد أنه يقبل في حق مواجهone في حق المقرفية يرغب الفلسطينيون النازحون في مخيمات مؤقتة للاجئين في غزة في أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في العام الجديد بعد 12 أسبوع من الأدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع وتفرد إسرائيل منذ 7 أكتوبر حصارا محكما على قطاع غزة ما تسبب بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والدواء عام قاتم مر على سكان قطاع غزة جراء عدوان إسرائيلي غاشم في ظل غياب أي مؤشرات على إمكان وضع حد قريبا لهذا العدوان منذ نحو ثلاثة أشهر لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية ولم تتوقف المعارك البرية فيما يسود اليأس بين سكان القطاع المحاصر الذين يعانون تداعيات الحرب اليومية وبالرغم من ذلك يأملون في وضع حد للمعاناة مع قدوم العام الجديد ولا تكفي قوافل المساعدات اليومية التي تدخل القطاع لتخفيف معاناة السكان ووفق الأمم المتحدة التي أشارت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 42.4 مليون نسمة ومع إعلان الأمم المتحدة أن غزة على بعد أسابيع فقط من الدخول في مجاعة حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطر المتزايد لانتشار أمراض معدية مع تعهد قادة الاحتلال بأن الحرب ستستمر أشهرا عدة ما يزيد من أمد المعاناة بالقطاع الذي شهد دمارا واسعا تجمع عشرة النزحين الفلسطينيين لتناول الوجبات التي أعدها مطبخ طعام خيري في رفح يقوم بمساعدة النزحين وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مساحات شاسعة من القطاع ما جعل أجزاء منها غير صالحة للسكن وسط تشريد أكثر من 85% من سكان غزة يوما بعد يوم يزداد الشعور بالعجز لدى أهالي قطاع غزة في وقت ينفد فيه الطعام من المنازل بينما يشكو الأطفال من الجوع عشرات النازحين الفلسطينيين تجمعوا هنا في رفح الفلسطينية جنوب القطاع أملا في الحصول على وجبة من الوجبات التي أعدها مطبخ طعام يعمل على مساعدة النازحين من الوسط والشمال الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها أن 10% فقط من الغذاء اللازم لسكان القطاع البالغ عددهم 12 مليون نسمة دخل إلى غزة خلال الفترة الماضية التي تلت أحداث السابع من أكتوبر وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات عدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم وتوقع التقرير الذي يصنف مستويات الجوع من 1 إلى 5 أنه بحلول السابع من فبراير وفي السيناريو الأكثر ترجيحا سيكون سكان قطاع غزة جميعهم عند مستوى جوع يلامس الأزمة أو ما هو أسوأ وأصبح الجوع المشكلة الأكثر إلحاحا من بين المشاكل العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة إذ لم تتمكن شاحنات المساعدات من جلب سوى جزء صغير مما هو مطلوب بسبب التعنت الإسرائيلي كما أن التوزيع أصبح غير متكافئ بسبب فوضى الحرب استقبل مطار العريش الطائرة السعودية الرابعة والثلاثين لإغاثة الشعب الفلسطيني تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية صف لنا ما لديك من معلومات حول الشاحنات الإغاثات الإنسانية المقدمة للأخوة الفلسطينيين وأيضا الطائرة السعودية الرابعة والثلاثين لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين نعم بعد التحية ربما ما صرح به السفير الفلسطيني اليوم لدى زيارته لمحافظة شمال سيناء بأن 80% من المنشآت شمال غزة و50% من المنشآت في جنوب غزة قد تدمرت بسبب القصف الإسرائيلي عليها فبالتالي هذا يجعل الحاجة إلى إدخال مزيد من المساعدات يكون بصورة أكبر في هذه الأيام وهذا ما تسعى إليه مصر من خلال المجهودات المستمرة فيما يتعلق بإدخال المساعدات والشاحنات التي تتجه مباشرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفحنا نتحدث اليوم على أنه يعني العدد الذي وصل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن 158 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني هذا الرقم يعني رقم كبير اليوم يعتبر مقارنة بالأرقام السابقة لكن بالطبع الجميع يأمل أن تزداد هذه الأرقام وهذه الشاحنات في الدخول خاصة أن قطاع غزة في حاجة كبيرة إلى المواد الجذائية وإلى أيضا المستلزمات الطبية بالإضافة إلى أن أيضا المعبر اليوم يعني استقبل عدد من المصابين نتحدث عن أكثر من 15 مصابا بالإضافة إلى 300 من مزدوج الجنسية هذا بالإضافة إلى المساعدات التي يتم تقديمها أيضا وتسهيل مهمة الدول التي تريد أن تقدم كل المساعدات خاصة من مطار العريش حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين الطائرة الإماراتية على متنها 10 أطنان من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية ثم الطائرة السعودية على متنها 24 طن من المواد الجذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة وهذه هي الطائرة الرابعة والثلاثين للمملكة العربية السعودية وأيضا يتم الاستعداد هنا في مدينة العريش لاستقبال قافلة كبيرة من المملكة العربية السعودية تتكون من 550 شاحنة وصلت منذ أيام في ميناء بورسعيد عبر سفينتين الثالثة والرابعة لتقديم كل المساعدات وهنا مجهود مصر كبير يتم في التنصيق بين كل هذه الدول لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية ودخولها عبر معبر رفع لقطاع غزة هذا بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي تتم فيما يتعلق أيضا باستقبال المصابين والجرحة في تقديم الخدمات في المستشفيات الموجودة خاصة بعد خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية داخل قطاع غزة عن الخدمة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن تسعة مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى يعملون جنوب قطاع غزة أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر دلوت اتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات صارمة ضد قوات الحوثي في اليمن وقال تيرنر إن إدارة بايدن توصل عدم الرد على تصعيد قوات الحوثي في المنطقة بالنظر إلى العمليات الجارية هناك أضف أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل خطورة على وضع القوات الأمريكية المتواجدة هناك قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن لتسعى إلى توسيع نتاق الصراع في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب إعلان قيادة المركزي الأمريكي إغرق ثلاثة السفن واستخدامها لقوات الحوثي لمهاجمة سفينة تجارية في البحر الأحمر وأشار كيربي إلى أنه تم تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من عشرين دولة فيما يعرف باسم حارسي الازدهار والذي يضم سفنا وطائرات من دول من حول العالم لحماية النقل البحري التجاري في هذه المنطقة منوها بأنه واحدا من أهم وأكثر الممرات المائية التجارية حيوية في العالم قال وزير الدفاع البريطاني جران شابس إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد قوات الحوثي التي تهاجم سفنا في البحر الأحمر وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن بلاده قد تكثف تدخلاتها العسكرية ولن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع تهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب الأنبار في العراق لهجوم بطائرة مسيرة تمكنت قوات تحالف من إسقاط المسيرة من خلال منظومة الدفاع الجوي خارج قاعدة عين الأسد الجوية هذا أعلنت تفصيل عراقية تبنيها للهجوم إلى سودان حيث جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان تحيبه بكل الجهود والمبادرات الهادفة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ودول جوار السودان لوقف الحرب في البلاد واستعادة الانتقال الديمقراطي وأكد الحزب دعوته للوفاق الوطني الشامل بين القوى السياسية والمجتمعية وقوى المجتمع المدني وكافة مكونات الشعب السوداني بما يوحد الإرادة السياسية الوطنية لإكتياز الأسمع أخبار السادسة لا تزال مستمرة مع حضرتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اخترت المواجهة مع بلاده ذكرت سلطات منطقة دونسيك الأوكرانية المعينة من قبل روسيا أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونسيك في الساعات الأولى من العام الجديد في مقابل لقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصاً واحداً على الأقل قتل في هجوم جوي نفذته روسيا على أوديسا يبدو أن العام الجديد لن يحمل جديداً على مستوى الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل تواصل الحرب في محاور القتال شرقي وجنوب أوكرانيا فضلاً عن الهجمات المتبادلة التي وصلت حتى قلب عاصمتين الدولتين موسكو وكييف سلطات منطقة دونسيك الأوكرانية المعينة من قبل روسيا أكدت أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونسيك في الساعات الأولى من العام الجديد في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجوماً جوياً على أوديسا فيما استهدف هجوم آخر منطقتين موكولايف ودينيبرو كانت كييف أعلنت تدمير 21 من أصل 49 مسيرة أطلقتها روسيا غادا تتعاهد موسكو الرد على ما وصفته بأنه هجوم إرهابية استهدف مدينة بيلجورود الحدودية وأصفر عن 24 قتيلاً وتعهد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي في رسالته للعام الجديد بتدمير القوات الروسية التي بدأت عملية عسكرية خاصة في بلاده قبل عامين تقريباً وفي كلمته قال زيلنسكي إن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بدون طيار في ترساناتها عام 2024 إضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز F-16 يوفرها لها شركاؤها الغربيون وتأتي رسالة العام الجديد بعد أقل من 72 ساعة على إطلاق موسكو وابلاً من الصواريخ وطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية ما أصفر عن مقتل 39 شخصاً في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب نقلت وسائل إعلام رسمية كوريا شمالية عن الزعيم كيم كونغ أون قوله إنه يجب حجد أقوى الوسائل لتدبيل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارت المواجهة العسكرية وأضاف كيم أن خطر اندلاع مواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات التي وصفها بالعدائية التي تتم بالقرب من بلاده يوماً تلو الآخر تأخذ التوترات في شبه الجزيرة الكورية منحنيات تصاعدية خطيرة في وقت يمر فيه العالم بحالة من عدم الاستقرار ففي أحدث تطور على الساحة نقلت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية عن الزعيم كيم كونغ أون تأكيده للقادة العسكريين في البلاد بضرورة حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارت المواجهة العسكرية على حد قوله وأضاف كيم أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات التي يقوم بها من وصفهم بالأعداء وتأتي الدعوة لرفع مستوى الاستعداد العسكري لبيونغ يانج في أعقاب تعهد في ختام اجتماع لحزب العمال الحاكم بتعزيز ترسانة البلاد النووية وإنتاج طائرات عسكرية مسيرة وإطلاق ثلاثة أقمر صناعية جديدة للتجسس في العام الجديد وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت في العام الماضي أكبر صواريخها الباليستية وأطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع العسكرية وهو ما وصفه كيم بأنه تقدم كبير في تحديث الجيش وعلى الجانب الآخر تعهدت كوريا الجنوبية بتسريع العمل لاستكمال النظام الدفاع الصاروخي ونظام يستخدم الرضع الأمريكي الموسع ليرضع بشكل أساسي أي تهديد نووي وصاروخي من كوريا الشمالية التطور الأخير على الساحة جاء بعد أن كثفت الولايات المتحدة تدريباتها مع كوريا الجنوبية العام الماضي ونشرت المزيد من الأصول العسكرية الاستراتيجية بما شمل غواص الصواريخ نووية وحاملات طائرات وقاذفات قنابل كبيرة وهو ما أدى لتوتر الأوضاع أكثر مع بيونج يانج أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن موجة تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد وصلت السواحل الشرقية للبلاد عقب زلزال ضرب اليابان أوضحت الهيئة أن كوريا الجنوبية ربما تشهد موجات تسونامي أكثر وأكبر خلال الساعات القادمة هذا وأطلقت كوريا الشمالية تحذيرات من موجات تسونامي محتملة يصل ارتفاعها لأكثر من مترين على سواحلها حسب ما ذكرت وكلة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلاً على الإذاعة الرسمية الكورية الشمالية قال تاية الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن زلزالاً بلغ قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال ووسط اليابان هذا وواصلت موجات تسونامي الأولى إلى اليابان حيث أفادت وكلة الأرصاد الجوية أن أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء وكيما في منطقة إيشيكاوا كما انقطعت القهرباء عن حوالي 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال وفق ما أفادت المرافق المحلية ومن جانبه أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيد تعليمات للحكومة لبدل كل ما في وسعها لضموان الحفاظ على أرواح الموطنين أضف أن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار التي خلفها الزلزال داعياً السكانة لاستعداد لأي هزات أخرى وحث كشيد السكانة على إخلاء المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجات لتسونامي في أقرب وقت ممكن حرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد على تنظيم عدد من الزيارات لكنائس محافظة بورسعيد وذلك بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة وقام شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال بالشوارع والكنائس وذلك لإدخال البهجة والفرحة عليهم كل سلام حضركم طيبين طبعاً في البداية والنهاردة بنعيد على أخواتنا الأطباط وبنعيد على المصفين كلهم نقول لهم كل سنة طيبين سنة ميلادية جديدة بنقول النهاردة احنا متواجدين دايماً مع بعض سعداء دايماً مع بعض وطن واحد ونسيج واحد الحمد لله وحدتنا حاجة بنسعب بيها قدام العالم كله كنت سنة حالك طيبين وكنت سنة وإحنا كلنا طيبين ومصر كلها طيبة احنا طبعاً فرحانين جداً بوجودكم ووجود كل المهنيين وكل الناس اللي بتحب انها تحتفل مع كل الشعب بحيث كل التواف مع بعض احنا جلنا بوافد من الأزهر من الأوقاف النهاردة وعيدوا معنا وعدنا فترة مع بعض وكانت لقاء جميل جداً وحنا متعودين لهم بيجلنا كله على فترات كتيرة يعني مش حاجة جديدة وجلنا معظم الأحزاب وجاته بحيث انها بتقدم التهنئة وبتقدم كل المحبة ليهم وطبعاً التحالف الوطني على رأسهم اللي هما دايماً سبقين في التهنئة وسبقين في عمل الخير وعمل المحبة التحالف اتفق مع الكنيسة ورتبنا انها في كل الكنيس بورسعيد ان هما بيروحوا بيقدموا هدايا للأطفال الصغيرين وكانت حاجة جميلة جداً والأطفال كلهم بيتلموا وكان منظر رائع خطوة حلوة جداً جداً ان يكون مجموعة التحالف متواجدة معانا بتشاركنا أفرحنا وبتشاركنا مناسباتنا والملفت الجميل النهاردة هما جايين يقدموا التهنئة بشكل ظريف وبطريقة جديدة مش بالطريقة البرتوكولية العادية جايين للأطفال جايين يشاركوا الأطفال ويلعبوا معاهم ويقدموا لهم هدايا تسكرية بمناسبة الكريسماس والسنة الجديدة وكان فيه نوع من الفرحة الكبيرة أو الأطفال كانوا فرحانين جداً وأدخلوا البهجة على قلوب الأطفال أدت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صلوات رأس السنة الميلادية وسط تسبحات وتراتيل وإلحان الميلاد وتزينت كنيسة بازيليك السيدة العضراء بمصر الجديدة احتفالاً بالعام الميلادي الجديد 2024 واستقبال الأخوة المسيحيين لحضور قدس رأس السنة حيث حرست الكنيسة على وضع شجرة الكريسماس المضيئة الهدف للأداس ده إنه جاء من سميء الأداس بتاع العائلة انتوا تعرفوا باردك إنه العائلة المقدسة كانت جات زيارة لمصر فإحنا بنحتفل بالعائلة نهارد الاحتفال بالعائلة بنودع 23 بنستقبل 24 نهارد الاحتفال بيكون عادة عشليا ده الهدف للأداس نهارد نهارد الاحتفال نهارد الاحتفال بيكون عادة العاشليا على السنة الميلادية ولما نقول سنة ميلادية يعني قلنا كريسماس يعني في حتة مشتركة بين الحكتين دولت الاحتفال حيكون عبارة أوداس حتابعوه هو في اللغة الفرنسية والكورال اللي حيكون موجودة برضك كانت ترنيمة كده باللغة الفرنسية بل احتفال في ذاته بنوضع السنة 23 عشان نستابل السنة الجديدة 24 كنيسة اللاتين معروفة انها بيسموها الكنيسة الجامعة كنيسة الجامعة يعني بتقبل جميع التواقف احنا كل التواقف بتبقى محاضرة بتتشد الناس بتتشد للكنيسة دي علشان دي معالم مصر الجديدة علشان البرون لما جي وخاد الواحة وسمها هليوبلس فبنى القصر بتاعه وبعد كده راح باني الكنيسة دي الكنيسة دي مبنية سنة 1910 وحاليا احنا بنحاول نرممها علشان نرجع نوصلها لروقنتها الأصلية احتفلت كنيسة سنة فاطيمة للكلدان الكاثوليك في مصر الجديدة بالعام الميلادي الجديد وسط أجواء من الفرحة والسعادة وشهدت الكنيسة اقامة قداس عيد الميلادي المجيد والذي ترأسه الأب بول الساتي المدير البطرقي للاباشية القاهرة للكلدان الكاثوليك طبعا بالمناسبة دي كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وشعبنا هنا في مصر وكل شعوب العالم بالخير ومحبة والسلام أكيد أزمة أخوتنا في فلسطين أزمة أخوتنا أخوتنا في غزة بمختلف أدينهم بمختلف قوميتهم أثرت في نجامة أثرت في احتفالنا بالعيات كنت تشوف شخص هو في عوز يعني إحنا بنحتفل بميلاد المسيح بنعمله مغارة بتكون الاحتفالات جميلة بينما الشعب هناك البلد اللي شهد ميلاد المسيح عوائل ما عندهاش حتى مقوى ما عندهاش سقف يغطي بيوتها القرار كله طبعا كان بيرتل والسنة الجديدة وبنتمنى للشعب المصري بجميع التواطف وكل التواقف الخير والسلام بنتمنى الصحة للجميع بنتمنى يعم السلام في مصر ويعم السلام في العالم كله طبعا تحت رعاية فخمط الرئيس عبد الفتاح السيسي نتمنى لشعب فلسطين والتدعيم احنا بندعمه يعم السلام في أرض فلسطين ويعم السلام في العالم كله ان شاء الله تكون سنة سعيدة على الكل وكل سنة وكلهم طيبين وان شاء الله تكون سنة كمان مليانة السلام على غزة وفلسطين طبيعي زي أي كنيسة بتبقى فيه مظهر الاحتفال الأداس التناول فرحة العيد كل الناس متجمعة كلنا كأهل والكنيسة دي هي أهم حاجة في العيد يعني العيد ما بينفعش نحس به من غير ما يبقى فيه الصلاة ده أساسي جدا وده الأسرة بتاعتنا البيت العيلة الكبير هو ده أهم حاجة السنة الجديدة دي سنة بتكون بنسلمها لربنا يعني بنسلم السنة كلها مش بس يومنا فكده كده بنظيف الكنيسة وبنخلص وبنروح بعد كده بيتنا نتجمع كعيلة ونبدأ أن نحن نصلي سوا عشان نبدأ سنة جديدة بحضور ربنا في حياتنا على الآن مشاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في جولة السادسة مصطفى عميزار في انتظار حضرتكم شكراً محمد عبد الله شكراً فاطيمة خليل أهلا بكم مشاهدي الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة نجحت شركة بترول خليج السويس جابكو في وضع البئر الأولى من حقل بترول شمال طفا في منطقة خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية زيارة إنتاج البترول الخام والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل الإنتاج إلى 6 ألف برمين يومياً منتصف في شهر يناير الجاري يذكر أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بالحقل نفذ تحالف شركات مصرية يضم أمبي وبيتروجيت وخدمات البترول البحرية في إطار تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم لجنود الإنتاج أكدت الحكومة على أن تطبيق الحد الأدنى للأغور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 وذلك بلا أي استثناءات قال وزير التجارة والصنع أحمد سمير إن جهاز التمثيل التجاري قام خلال عام 2023 بجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر نتبع على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار أكد وزير التجارة والصنع في التقرير السنوي للوزارة الحرص على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والويردات قامت بفحص 464 ألف رسالة منها 276 ألف وارد 841 عين غذائية و 187 ألف ومائتين وثلاث عينات صناعية خلال العام 2023 أوضحت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها السنوي أنه تم إجراءه 29 ألف وثمانمائة و 87 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين والمصدرين مشيرة إلى أنه تم افتتاحه للمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة وافتتاح مكاتب الهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات قال جارت بيرنتاين كبير الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الأمريكيين يوجهون ضغوطاً على الإنفاق الاستهلاكي كارتفاع معدلة التأخر في سداد بطاقات الاعتمان وهو ما يشير إلى حد كبير إلى أن ديون الأمريكيين تعود إلى مستويات قبل جائحة كورونا قفزت أرصدة بطاقات الاعتمان في الولايات المتحدة بنحو أربعة وسبعة من عشر في المئة إلى ثمانية وأربعين مليار دولار في الربع الثالث ما رفع الإجمالية إلى واحد فصل ثمانية من مئة رليون دولار وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو أعلى إجمالي في البيانات التي تعود إلى عام 2003 دخلت حزمة التقشف والتي أقرتها الحكومة تشيكية لحيز التنفيذ اليوم ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في أكثر من ستين قانوناً الحزمة تشمل تغييراً في معدلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة إذ تم خفض معدلات الضريبة للمنتجات الغذائية وزيدتها للمشروبات وبعض الخدمات فضلاً عن ارتفاع ضريبة الدخل للأفراد والشركات وارتفاع ضريبة الأملاك وتغفضات كبيرة في الإعانات التي طرعاها الحكومة وفقاً للحزمة سيزيد الحد الأدنى للأجور بمقدار 1600 كرون اعتباراً من يناير الجاري كما ستزيد المعاشات الشهرية بمقدار 360 كرون انتهت مشاهدين الكرام هذه الجودة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادس سنعود للاستكمال المطبقة في نشرتنا من أخبار مع محمد وفاطيما شكراً مستفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية وبأخبار الاقتصاد نصل أياكم لختم هذه النشرة ولا تبقى لنسوى التذكرة بأبرز العنام الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن في اليوم السابع والثمانين للعدوان غارات مكثفة على أنحاء قطاع غزة وإسرائيل تعترف بخسائر بين قواتها المتوغلة الرئاسة الفلسطينية ترفض محاولات تكليف شخصية بريطانية للعمل من أجل تهجير الفلسطينيين من غزة وتعتبره عملاً مداناً ومركوضاً مشاهدين وصلنا ختم هذه الجولة الإخبارية من التركيز المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء